السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرت أسابر مقطع فيديو عبر حسابها في موقع انستجرام أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولابد من تنفيذه مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم وأشارت والدة حالة تورك إلى أنها ستقدم أحكاما بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأغذي بها كونها حاضنة لطفل ما زال في المدرسة ويحتاج للعايتها وتابعت أنها كانت تنتظر حكما مخففا عما صدر إلا أنها صدمت وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حالة تورك ضدها في المحكمة وانهارت السابر وهي تعلن صدور حكم الاستئناف بسجنها لمدة عام مع النفاذ وقالت كنت أتمنى على ابنتي أن تقف وقفة حق وأقول لها شكرا حلا على الهدية التي أهديتني إياها بعيد الأم وغدا عندما تتزوجين وتنجبين أولادا ستعرفين قيمة الأم أقول لك يا حلا شكرا كثيرا وأضافت صدر حكم أول واستئنافت واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف لم يغير شيئا من الحكم وقالت إنها لم تكن تتوقع أن تأتي ابنتها حالة تورك وتشهد في المحكمة ضدها وختمت بتوجيه رسالة إلى ابنتها أنا أعلم أن حلا عندها علم بالحكم وأنا لم أكن أتوقع في المحكمة أن تقف ابنتي ضدي وكانت قضية مونة سابر وابنتها حالة تورك قد شغلت الرأي العام في الدولة في الأون الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضات ابنتها لها ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع